وللحليث أكثر حول المقابر الجماعية أرحب بضيفي عبر الهاتف مدير المكتب الإعلامي بلجنة البحث والتعرف على المفقودين عبدالعزيز أمدير وكذلك المحامي والناشط الحقوقي المهدي كشبور أرحب بكم ضيفي أبدأ معك سيد عبدالعزيز بداية لو تحدثنا عن عدد المقابر والجوتة التي تم استخراجها حديثا الاسم عبدالعزيز الجعفري والهيئة العامة للبحث التعرف على المفقودين مدير الهيئة العامة للبحث التعرف على المفقودين نعم شكرا لك على هذا التصلي نعم كنت قد سألتك قبل قليل سيد عبدالعزيز يعني لو تحدثنا عن عدد المقابر والجوتة التي تم استخراجها حديثا عدد المقابر التي تم الكشف عليها اليوم عدد خمسة مقابر جديدة وتم الأمل على المقابر وتم انتشار من موقع رقم واحد عدد من جميع المواقع الخمس مواقع اللي هم المقابر الجمعية في مشروع الرابط عدد 12 رفاة كاملة نعم ابقى معي سيد عبدالعزيز أرحب بك سيد مهدي بداية يعني مع كل يوم تم اكتشاف فيه مقابر جماعية وأرقام الجوتة التي تم اكتشافها في أربعة أشهر فقط تجاوزت مئة جوتة حتى الآن أين دور وزارة العدل في التوتيق وإعداد ملف يقدم للمحاكمة الدولية؟ نعم أهلا وسهلا بك وفي ذيوفة الترام والسير المشاهدين الحقيقة سيد الكريم إذا نتحدث من ناحية قانونية من حيث الاختصاص فوزارة العدل هي غير مختصة بهذا الملف من ناحية التوتيق ولكنها قامت بجهد مشكورة عليه يعني أشبه بالتطوع وزارة العدل هي مهمة الإشراف على المؤسسات القضائية والعدلية ولكن هذا مهمة التوتيق الجرائم والتحقيق فيها وتقديم القضاء هي مخمص مكتب النائب العام بدرجة أولى ومكتب المدعي العام العسكري بدرجة ثانية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هناك مؤسسات رسمية تعنى بملف حقوق الإنسان مثل المجلس الوطني حوليات العامة حقوق الإنسان وهذه هي الجهات التي تختص من شكل قانوني بتوثيق هذه الانتهاكات هناك جهود أخرى تبدل على سبيل التطوع أو الشعور بالمسؤولية مثل ذلك الذي قامت فيه وزارة العدل ولكن للأسف وزارة العدل وذكرت على لسان وكيل وزارة أن رغم اصدار أربع تقارير متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وزرائم الحرب التي قام بها خليفة حفظ إلا أنه لا يوجد أي تجاوب من صربات الدولة بخصوص هذه التقارير وهذا الأمر المؤسس أيضا مؤسسات مجتمع المدني التي تقوم بمثل هذا الدور ومنظمات محلية والقليمية والدولية التي توفق هذه الجرائم وتقدم تقارير بشانها لا يوجد للأسف بناء على هذه التقارير الحكومة إذا ما أرادت يعني تحريك في هذا الملف فوزارة الدفاع هي مختصة بدرجة أولى بشكل أن لأن هذه الجرائم قامت أثناء عمليات حربية أيضا المدعي العام العسكري ويستع بشكل مباشر وزارة الدفاع أو وزير الدفاع بشكل مباشر نعم وإلى اليوم لم تقدم هذه المذكرات أو التقارير لمحاكمة لم تظهر مذكرات انتهام لم نرى تحقيقات علنية على الأقل يعني إن كان هناك تحقيقات سرية أمر آخر ولكن إلى الآن لم يعلن عن أي تحقيقات رسمية بهذا الخصوص سواء من المدعي العام العسكري أو من نائب العام المدني وهذا تقصير كبير أيضا هناك ملفة الجنائية الدولية وهي مختصة في هذه التحقيق في هذه الجرائم ومن ناحية قانونية هي يعني لا تنتظر الضار مثل هذه التقارير بل هي ملزمة بالتحقيق في كافة انتهاكات وزرائم الحرب التي تحدث على ليبيا اعتبارا من 15-2011 وحتى هذا اليوم بموجب قرارات مجلس الأمن 1970-1973 التي أعطت لخصاص لمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وزرائم الحرب التي تحدث في ليبيا ولكن لأسف المحكمة لا تباشر الضار يسكر في هذا الملف تتضرر المحكمة في كثير من الأحيان نعم يعني أليس من المفترض أن تقوم وزارة الخارجية بدورها في عرض هذه المقابر واستدعاء الحقوقيين والمنظمات المعروفة لليبيا لتغطية وتوثيق ما يحدث الآن نعم للأسف هذا دور من أدوار وزارة الخارجية والتعريف بما يدري على الأرض أيضا كشف الجرائم التي يقوم بها خليفة حفتر وهذا النحو الأخر من محاور الدفاع عن مدنية الدولة كشف من يرتكب هذه الجرائم لا يختصر الأمر على بعض مهربي البشر لإيطاليا بل على العكس يجب أن يبدأ الدور بمن يرتكب جرائم الدم في ليبيا وهؤلاء أولى بالملاحقة والمحاكمة ولكن للأسف لا يوجد أي دور طواء إعلامي من قبل هيئة الإعلام أو من قبل وزارة الخارجية تعريف في أمام المجتمع الدولي أو حتى للأسف حتى هذه المؤسسات أو الجهات الرقمية لا تقدم حتى دعم للمؤسسات المدنية التي ستطوع لتوطيق هذه الجرائم والانتهاكات يعني المؤسسات المدنية تحتاج إلى دعم وفي العالم أجمع المؤسسات المدنية تدعم من قبل حكومات خاصة عندما تكون مثل هذه الملفات معروضة أمامها لتستطيع على قل تغطية العجز لدى الحكومة ولكن للأسف لا يوجد أي دور لا من وزارة الخارجية ولا من وزارة الدفاع ولا من مكتب النائب العام يعني لا توجد على الأقل شيء ظاهر نراه يعني نحن كمواطنين أو متابعين إن كان هناك شيء سري ولا أتوقع أن يكون مثل هذه الملفات بهذه السرية العميقة هذه الملفات يجب أن تعرض للعامة وتعرض حتى للمجتمع الدولي هؤلاء القتلى ليسوا مجرد أرقام هؤلاء أسر وضحايا هؤلاء يجب أن يتم منحهم العدالة من خلال القصص من جناء وليس الإفراج عنهم في صفقات لتبادل الأسرة يعني مع مجرم بدون موجود حتى يعني أو ضغوطات للكشف عن المقابر الجماعية وعن مصير المفقودين وعن المعتقلين كذلك يعني هناك العديد من الأسماء يعني الألاف إذا نتحدث منذ 2011 إلى اليوم اختفت هذه الأسماء ولا توجد لها أي بيانات الجهات كثير من الجهات التي قامت بارتكاب مثل هذه الجرائم وعلى رأسها قيادة عملية كرامة هي معلومة ويجب أن يتم الضغط عليها لكشف مصير المفقودين سواء كانوا معتقلين أو كانوا قتلى في مقابر جماعية أيضا نكشف عن هذه المقابر أماكن هذه المقابر يعني اليوم هذه الجثة التي تكتشف للأسف تكتشف يعني عن طريق تبليغ المواطنين ولكن الجهة المرتكبة للجرائم هي لازالت تتكتم على العديد من أماكن وجود هذه المقابر رغم وجود جريمة مرتكبة وموثقة ويجب ملاحقة هؤلاء المجرمين وعلى رأس المقابر وقيادة عملية كرامة نعم بالحديث عن الملاحقة نسمع مؤخرا بعض الأحاديث عن المصالحة والعفو عن المطلوبين وما إلى ذلك هل يمكن أن يصل الحال إلى العفو عن من ارتكب هذه الجرائم أم أن هذه الجرائم غير قابلة للعفو نعم بالتأكيد هذه الجرائم وعلى رأس جريمة القتل والإخفاء القتري وما إلى ذلك هذه الجرائم لا يشملها أي عفو هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هي لا تتقادم وحتى لو وجد لها مخرج على مستوى ليبيا مثلا يقدم المجلس الرئاسي تنازلات ويقدم عفو ضد خليفة حسر لكن أمام قضاء الدولي هذا العفو لا يعترف به هذه الجرائم ستظل صلاحة مرتكبيها إلى أن يموتوا وبالتالي هذه الملفات حتى قانون العفو الذي يطادر عن مجلس النواب الذي يجتمع في طبرق عن سيف الإسلام القذافي مثلا لم يلغي أوامر القبض صادرة محتم الجنائية الدولية لأن هذه الجرائم لا تخضع لا للتقادم ومرتكبيها لا يتمتعوا بحصانة وأيضا لا يشملها العفو الجرائم التي يشملها العفو هي التي يكون فيها غالبا الحق العام فقط أما الحق الخاص لا يمكن إصدار عفو بخصوصها خاصة في جرائم القتل إلا من قبل أولياء الدم يعني لكل جريم القاتل شكتين حق خاص وحق عام الحق الخاص متمثل في أولياء الدم والحق العام متمثل في الدولة ربما تسقط الدولة حقها ولكن حق المواطن وحق الحق الشخصي لا يسقط بهذا العفو ولا يشمله هذا العفو نعم وصلت الفكرة سيد مهدي كشبور المحام والناشط الحقوقي كنت معي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك